أختنا أم عثمان من بورسودان سألت قالت هل الإنسان ملزم بمذهب معين لا يا أختي الكريمة وإنما نحن ملزمين بالدليل ما صح من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إذا كانت أقوال لأقوال يعني ما في مسألة فيها دليل أو لا أقوال السلف قول مالي قول الشافع قول أبي حنيف قول أحمد يقدم على قولنا نحن لكن لما يكون المسألة فيها دليل عشان كده هم بيقولوا إذا صح الحديث فهو مذهب يعني عذروا إلى الله تعالى أبو حنيف رحمه الله قال حرام على من لم يعرف دليل أن يفتي بقوله الإمام مالك كان في نهاية الدرس يقول لهم كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر يشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام الشافع يقول لهم إذا رأيتم قولي مخالف لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط أحمد يقول لهم لا تقلدوني لا تقلدوا مالكا ولا الشافع ولا الليث ولا أبي حنيف خذوا من حيث أخذوا من كتاب الله وصنة رسوله صلى الله عليه وسلم كان يكتب عنه المسائل يقول لهم لا تكتب عني المسائل أكتب عني مسند الحديث أكتبوا الحديث عن نبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا قولي لا تكتبوا رأيه عذروا إلى الله يا أخي جمعها أحد في منظومة لطيفة أنا دائما أحب أقولها قال وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا من دون نص يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضة ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل حديث منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدارة بقولي المخالف الأخبارة وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك فاطلبوا دينك لا تقلد الرجالة وانظر إلى أزكاهم مقالة انظر إلى قولي الهدى الأربعة وعمل به فإن فيه منفعة وقمعه لكل ذي تعص به والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم